جبهة جديدة صعت الميليشيا لتدشينها لكن على ما يبدو أسرعت المقاومة إلى إغلاقها هكذا يمكن وصف ما يجري في جبهة الصرار جنوب محافظة تعيز منذ وقت مبكر دفعت جماعة الحوث الإنقلابية بالأسلحة المختلفة إلى واحدة من قرى جبل صبر التي تقول المعلومات أنها تزخر بمواليين من أبناء المنطقة وأيضا عناصر آخرين استقدمتهم الميليشيا إلى المنطقة من محافظة صعدة في شمال الشمال فكان لابد لهذه القوات التي تتمترس في القرية ووسط المساكن والتي حولت أغلب المباني إلى مخازن أسلحة أن تروج أن المقاومة تفرض حصارها على القرى لكن المقاومة بررت أكثر من أن مقاتلية الميليشيا وأتباعهم في هذه القرية حاولوا قطع الطريق أكثر من مرة كما ساهموا بمحاولات عدة الالتفاف على مناطق تبسط المقاومة النفوذ فيها وهي منطقة الشقب وبتع بالإضافة إلى أن مصادر في المقاومة تحدثت أن الميليشيا هنا قطعت الطريق الذي مثل في أغلب الفترات شريانا للمدينة وبعض المناطق في جبل العروس في الأسبوع الماضي كان لابد لإسم هذه القرية أن يتصدر الأخبار ويتقاسم الطرفان الفكرة بكل ما يدور في القرية من الداخل متمثلا بالتحضير للقتال وبينما يدور في محيطها ويتمثل أيضا باستعداد المقاومة لفرض سلطتها ولو بالقوة يسيطر التوتر على المنطقة إذن وما لبث أن انفجر عسكريا لكن المرة الأولى احتوى وسطاء من المنطقة ومن خارجها الموقف واكتفت الأطراف بتوقيع اتفاق بين الطرفين قضى حينها بتسليم المسلحين أسلحتهم المخزن لديهم ومغادرة المنطقة الأحداث التالية خلال اليومين الماضيين كشفت كم أن الاتفاق في مناطق التوتر والاقتتال عادة ما يأتي هاش لم تنقض سوى أيام قليلة ليندلع القتال بين الطرفين انتهى بسيطرة المقاومة على المنطقة في غضون ذلك تعرضت القرى المحيطة لقرية الصراري وبعض قرى جبل صبر لقصف مدفعي مكثف من قبل ميليشيا الحوثي المتمركزة في دمنات خدير ومنطقة الحوبان وقال شهود عيان إن الميليشيا استخدمت المدفعية الثقيلة في قصف القرى بغرض استهداف المقاومة المنتشرة في المنطقة لكنها تسببت بإثارة الرعب كما ألحقت الخسائر بالممتلكات